يوم 9 يونيو يعني كانت علي أصلاً وهو أحد الجنراليات السوريين خرج بس من مناطقه العسكرية في سهل البقاء لقوات الإسرائيلية على بعد 10 كيلو بالزبط منه لم يكونوا حتى السوريين يعلمون بالتقدم وشنت إسرائيل واحدة من أقصى الهجمات الجوية التي استهدفت جيش عرب على الإطلاق خلال ساعتين بس من يوم 9 يونيو 1982 أباد الإسرائيليون 90 طائرة مقاتلة سورية من طراز ميج ومعهم 30 بطارية سام لدرجة أن السوفيت صعقوا من الأداء العسكري السيء للجيش السوري وأوفادوا نائب رئيس هيئة التصنيع العسكري السوفيتية وجلس مباشرة مع خافز الأسد ومع مصطفى طلاص وزير الدفاع السوري وأخبارهم بوضوع شديد أنه لا كفاءة للعرب في استخدام السلاح وأنه بحاجة إلى مراجعة كل المنظومة السورية أن تسلم له يداً بيد عشان يراجع ما هو الفشل لأنه في النهاية سأل سمعة السلاح السوفيتي هذا كان نموذج مثلاً لكيفية السيادة العسكرية الإسرائيلية في منطقة في عالم ما بعد كامب ديفيد في عالم ما بعد حرب أكتوبر